استعرضت وزيرة التعاون الدولي رنيا المشاطة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وجهود التنمية على مدار السنوات السبع الماضية واستعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27 وخلال لقائه وزيرة شؤون جنوب أسيا والكومون ويلث اللورد أحمد لبحث العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة أكدت وزيرة التعاون الدولي أن هناك 20 مليار دولار تمولات من شركاء التنمية متعددي الأطراف وثنائيين خلال عامي 2020-2021 من خلال إطار مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائية